هذا وتقوم بعثة الحج البحرينية بجهود كبيرة بكافة لجانها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أجل خدمة حجاج مملكة البحرين لا سيما فيما يتعلق بسلامتهم وصحتهم هذا وقد باشرة اللجنة الأمنية عملها فور وصولها لمكة المكرمة حيث قامت بوضع الخطط الاستباقية المتعلقة بالأمن والسلامة في مواقع سكن الحجاج في المشاعر المقدسة كما تقوم بصورة دورية على فحص شراطات السلامة بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية تحرص الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على تحقيق سلامة حجاج بيت الله الحرام والتي تتطلب تعاون ووعي الحجاج من خلال التقييد بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بضمان سلامة الحجاج وإنهاء وتسهيل كافة إجراءاتهم لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة دور اللجنة الأمنية لحج هذا العام 2022 المكونة من عشرة أعضاء ضباط وأفراد في وزارة الداخلية من الإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني للوقوف على أهم الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة في الأراضي المقدسة الخاصة بالحجاج هدف اللجنة الأمنية الرئيسية هو سلامة وأمن الحجاج البحرينيين لأداء هذه المشاعر والرجوع إلى مملكة البحرين سالمين حقيقة من أهم اللجنة العاملة في باتة مملكة البحرين هي اللجنة الأمنية المنبثقة من وزارة الداخلية هذا التعاون حقيقة كان لصده كبير في خدمة حجاج بيت الله الحرام وضبط الأمور في المخيمات اللجنة الأمنية تساعد كافة الحملات على الانتهاء من استخراج تراخيص المركبات التي سوف تكون في مكة المكرمة والتي سوف تدخل للمشاعر المقدسة جهودهم حقيقة في المشاعر كبيرة جدا وخصوصا في يوم عرفة وفي وقت التفويج إلى مزدلفة عملية التفويج متعبة ومرهقة إلا أن اللجنة الأمنية حقيقة بتعاونها وأفرادها مع تعاون بقية الأخوة العاملين في اللجنة يؤدون دور كبير في سلامة وصول الحجاج ونفرتهم من عرفات إلى مزدلفة وتعتبر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة شريكا هاما في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية والقانونية المتكاملة التي تعمل على تسهيل إجراءات سفر الحجاج عبر منافذ مملكة البحرين تعمل إدارة المنافذ على تسهيل حركة المسافرين والحجاج في مطار البحرين الدولي متمثلها في إدارة الجوازات بفتح جميع كبائن الخروج البالغ عددها 18 كبينة وأربع كبائن في قسم رجال الأعمال ودرجة الدرجة الأولى ويتم التنسيق مع شرطة المطار وشركة مطار البحرين على التنسيق مع جدول الرحلات لانسيابية الحركة المسافرين والحجاج جعلت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية سلامة حجاج بيت الله الحرام هدفا من أهدافها الرئيسية بكل ما تبذله من جهد الأمر الذي يتطلب تعاونا وتجاوبا من الجميع في سبيل سلامة وأمن وراحة ضيوف الرحمن ترجمة نانسي قنقر